في حديث خاص لمركز الأخبار أوضح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الخطوات والاستراتيجيات الممنهجة التي تتبناها الوزارة التي أفضت إلى استمرارية نجاح مشروع دمج الطلبة من دوية العزيمة في المدارس الحكومية وتذليل الإمكانات البشرية والفنية من أجل مساعدتهم على أكمال مراحلهم الدراسية بنجاح وتفوق هذه الفئة اليوم أصبحت ولله الحمد التحظى بعناية كبيرة ونجحت وزارة التربية والتعليم في دمجهم في المدارس هذا الدمج أوجد حراكا مهم على صعيد الميدان التربوي قامت الوزارة أولا بتهيئة المدارس لهم لكي تتعامل مع مختلف الفئات تزويد المدارس أيضا بالاحتياجات التي يتطلبها هذا المشروع وكذلك وجود الطلاب في داخل مدارسنا يتطلب أيضا تهيئة الأماكن تهيئة الصفوف طراغ تدريس تتناسب مع إمكانيات هؤلاء الطلبة وأيضا أجهزة والله الحمد وصل حتى التعليم الإلكتروني إلى هذه الصفوف التي يوجد فيها أبنائنا الطلبة لم نقف عند هذا الحد وإنما أيضا في بعض الحالات تحتاج إلى طريقة معينة مثلا الطلاب الذين عندهم صعوبة في التواصل أو طلاب التوحد بشكل عام تم اليوم عندنا حوالي مئة طالب في مدارسنا وهذا إنجاز حضاري لمملكة البحرين حيث تم استخدام معلم أو معلمة لكل طالب وطالبه تم تهيئة الفصول بشكل الذي يضمن راحة الطلبة وسلامتهم اليوم مملكة البحرين يعني حققت إنجاز كبير عندما تم دمج الطلاب الصم هؤلاء تجربة يعني رائدة في البحرين عندما وفرت مملكة البحرين معلم ومعلم إشارة في الفصل يعني معلمين أثناء الحصة لكي يكون حلقة وصل حتى لا يحس الطالب داخل الصف إنه بعيد ولا يعلم ماذا يتلقى زملاء ترجمة نانسي قنقر ijke requirement اشتركوا في القناة